موسيقى غزة كشفت اللعبة رفعت الغطاء عن مواقف الدول كافة وخذلانها للقيم والحقوق الإنسانية ما تحت الطاولة صار فوقها لا أحد بعد اليوم يستطيع الاختباء خلف إصبعه ما جرى ويجري في غزة من أهوال يوم القيامة يتهم الجميع بالقصور والتقصير والصمت كصمت السكتة القلبية الوحيد الذي امتلك الكلمة المفتاحية هو الرئيس البرازيلي اختصر المقتل بكلمات قليلة إسرائيل دولة عنصرية هدفها الإبادة والقتل عندها عبادة في امتحان الضمير حصل الوضع العربي على علامة صفر فيما غزة قاتل من مسافة صفر شتان بين الصفرين أحدهما يقف على اليمين بعزة والآخر على الشمال بلا قيمة كما النخب الأحزاب النقبات المنظمات التنظيمات باهيتة كأصفار واقفة على الشمال بالكاد تراها أو تسمع صوتها فيما تجأر في القاعات المكيفة بالدفء المترعة بالشراب وما طاب من الأطياب غزة يا وحدها قطار بلا ركاب لا من عرب ولا من أعراب شعوب على كراسي الانتظار تنتظر صفرة النهاية لتنامك عهدها جاهلة أو متجاهلة أن من أخطأ طريق غزة أخطأ طريقه إلى الجنة هذه الغزة هزت الاستراتيجية الصهيونية بعمقها ضربت المدن الإسرائيلية كلها خلقت هجرة يهودية معاكسة للخارج بلا عودة وأحدثت في الداخل ضغطا هائلا على الحكومة الإسرائيلية غزة وللمرة الأولى في تاريخ الأمة جردت الجيش من هيبته الأسطورية ساعة اقتحمت ثكناته داخل قلعته إذانا بدنو اللحظة التاريخية لرحيله لا خلاص لنا إلا بتحرير العقل ترميم الشخصية رسم خطة تربوية تعليمية ثورية على أسس جديدة بقيادة نخب مشهودة بالغيرية والتفاني في الإصلاح بعيدا عن جشع الأنى المتورمة ففي العقل منطقة مخيفة مخفية إن لم تسيطر عليها للجم الشهوات وشكم غريزة التملك وحب الظهور فالكارثة محققة كذلك في القلب نكتة سوداء إذا اتسعت ولم يعد صاحبها للصواب فالطريق إلى جهنم سالكة ليس المطلوب أن تحمل سيف علي ولا رمح خالد ولا أن تكون في حكمة سلمان الفارسي ولا نقاء أبي ذرن الغفري بل أن تكون متصالحا مع ربك وصادقا مع نفسك أي قل الحق أو فاسمت الاعتراض على الفساد والاستبداد حقك أما المجاملة والمدارة و... دعنا نعودها الجملة أما المجاملة والمدارات فهي نفاق صريح وتظلين بواح فالله لم يطلب مننا أن نكون ملائكة إنما بشر أسوياء نقول الحق ولا نفتر عليه كذبا ما يجع القلب سعة التحولات في الحياة الإنسانية وتطور العلوم وتنوعها في شتى المجالات ونحن ما زلنا نراوح مكاننا مثل ثيران السواقي مع صوبة العيون تدور حول نفسها واهمة أنها تسير للأمام ما يجع القلب أكثر أن النخب هي التي خدعت الأمة وعصبت عيونها كي لا ترى طريقها وتعرف مستقبلها أهل وسهل ورحبا بكم مع استمرار الحرب للشهر السادس على التوالي ومع تعثر كل مشاريع الهدن ومع تصاعد الحديث على اليوم التالي لحرب غزة ولفهم ما يجري واستشراف ما قد يكون واستعاب المتحولات المتوقعة يصعدني أن أستذيف لكم من جديد البروفيسور والدكتور والفيلسوف الكبير أبي عرب المرزقي دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا من يستمع إلى مقدمتك يتصور أن الأمر مقصورا على القضايا الأمة ولكن في الحقيقة ما من أحد يتكلم اليوم في العالم إلا وله نفس المدخل أي ما الذي سيقع في غزة وما الذي سيقع في أوكران أي إن الحربين أصبحت تؤديان نفس الدور واحدة مأزق لعلاقة أمريكا بأوروبا وثانية مأزق لعلاقة أمريكا في الشرق الأوسط ومعنى ذلك أن المأزق الحقيقي اليوم ليس مأزق إسرائيل وإنما هو مأزق أمريكي ومأزق أمريكا صادق يعني أن أمريكا ليست كاذبة في محاولة ويأتي الوصول إلى حلول تمكنها على الأقل من تمرير سنة الانتخابات أي إن التزامن بين سنة الانتخابات والمأزقين الدوليين في أوروبا أوكرانيا وفي شرق الأوسط في لصين يجعلان أمريكا في مأزق إذا لم تجد له مخرجا فهي ستخسر المعركة مع الصين هذا هو المشكلة وهي ستخسر المعركة مع الصين إذا خسرت ديمقراطيون الانتخابات في أمريكا هو أكيد أنه في العنصر الثانيش نحكيه أكثر على غزة وعلى ما يقع في غزة من المجريات وما نستشرفه إن شاء الله في المستقبل القريب دعنا نبدأ أولا بالوضع التونسي ووضع التونسي تقريبا على ثلاثة سين تقريبا وإحنا نشخص في الأوضاع في تونس وأوضاع الانقلاب وأوضاع المعارضة وتقريبا المسألة ما زالت تراوح نفسها تقريبا المعارضة قاعدة تخسر في بعض المربعات اليوم الحكم قاعد يسيطر على الوضع بشكل أو بآخر ولو عن طريق الاستبداد اليوم في تقديرك دكتور ما أفضل ما يمكن أن تقوم به المعارضة ونحن على أبواب انتخابات رئاسية بدأوا تقريبا كل النخب تحكي علىها حكما أو معارضة شوف في الحصة السابقة تكلمت على إمكانية إصلاح الوضعية في المعارضة السياسية والنقضية والجامعية وإلى آخرين كل المستويات واقترحت حلول ولكن تبين أن الوضعية في تونس لم يعد بالوسع تداركها بحيث إنها المعارضة يمكن أن تبني شروط إسقاط الإنقلال لم يعد بوسع المعارضة مشاركة الفعلية في إسقاط الإنقلال والدليل الأساسي هو أن النهضة نفسها تريد أن تشارك في الانتخابات عبرت آخيرا الأمين العام العجم الوريني عن نية النهضة المشاركة في الانتخابات وما كان يمكن للعجم الوريني أن يعلن مثل هذا الأمر لو لم يكن بأمر من الغنوش وإذن فإن زعيم حركة النهضة وهو في السجن أمر ما بقي من حزبه بالمشاركة في الانتخابات يعني كان فهمتني دكتوره أنه فشل المعارضة في التغيير يجعلها مجبرة على دخول الانتخابات لا ليست مجبرة لا لحظة ليست مجبرة بالنسبة إلى النهضة يعني كل ما سينتج عن مشاركة النهضة هو أنها ستصبح مطلوبة من جميع المراجحين يعني هناك خطة إن صح التعبير عند قادة النهضة أن تصبح من جديد رهان كل الأحزاب في تونس أي أنه كل الأحزاب تطمع في وراثتها وراثة قاعدتها وهذا يمكن أن يجعل الرئيس نفسه يفاوذ على ذلك يفاوذ النهضة على جمهورها؟ نعم يعني تعتقد أنه ربما يتكون ثم سفقة ما بين السلطة وبين حركة النهضة؟ قد أنا لا أدعي نعم ولكن في الحقيقة وراء المنقلب تدخلات أجنبية تساعدوا على توجيه البوصلة التي يعملوا بها يعني مستشارين الصحة التعبير إما من الجزائر أو من مصر أو من الإمارات أو من إيران أو من إسرائيل هناك تدخلات بطرق مختلفة ليس بالضرورة مباشرة يعني إحاءات هناك إحاءات نعم إذا رأوا أن غيره يمكن أن يسقطه بالحلف مع النهضة فسيسعى هو بدوره إلى تطمين النهضة على أن سلوكه معها سيتغير إذا شاركوا في إنجاحه هو تتصور دكتور أنه رئيس قيس سعيد مازال هو مرشح المنظومة لخرجة تلعته لرئاسة في 2019 مازال هو تعتبر أنه مازال أوراقه ما تحرقتش بالنسبة لهم هما تتحرق إذا شوف تتحرق إذا الجماعة رأوا بعد حسبان هذه الاتفاقيات الجارية حاليا على جمهور النهضة والجمهور الإسلاميين لن تنفعه في النجاح سيتخلون عنه إذا رأوا أن غيره ربما سيحصل على جمهور القاعدة جمهور الساترة وجمهور النهضة فسيميلون إليه بشرط أن يكون تابعا لهم مثلكم يعني في تقديرك أنت ما يقعش من اليوم أعداد بديل لقيس سعيد منطرف المنظومة منطرف الأطفال التالجية لا لا هم سينتظرون أولا سينتظرون ما سيجري في أوكرانيا وما سيجري هلين خلينا نحكي على علاقة الأطراف الدولية بالشأن التونسي يعني علاقة القيس سعيد اليوم مع الإمارات الباري ماهيش في سحن العسل مع فرنسا كيفكيش لا ماهيش في سحن العسل باعتبار أن الجزائر اعترضت على ذلك ولكن الجزائر إذا تطور الأمر في أوروبا وتطور الأمر في فلسطين تغير موقفها يعني إذا تطور الأمر في فلسطين وتطور الأمر في أوروبا يعني في أوكرانيا وفي فلسطين بطريقة تجعل صف الإمارات والسعودية ومصر هو الذي ينتصر وتصبح غزة مجرد ولاية مجرد محمية عدد 23 في الجامعة العربية فإن الجزائر عندها سياسيين يفهمون السياسة ويرون أنه ليس من مصلحتهم أن يعارضوا كل الجامعة العربية وأن يعارضوا كل الغرب وأن يعارضوا أوروبا والموقف الفرنسي دكتور إيل باريز هذا الموقف الفرنسي قاعد ينزه عن قيس سعيد ويبتعد عن قيس سعيد نعم ولكن فرنسا لم يعد لها وزن المشكلة أن فرنسا لم يعد لها وزن وخاصة بعد أن وقع الخلاف الكبير بينها وبين ألمانيا حول التدخل العسكري في أوكرانيا ألمانيا ليست مستعدة للتدخل العسكري بالعسكري يعني في القتال في أوكرانيا وهذا جعل رئيس فرنسا معزولا الآن في أوروبا فيها خير بالنسبة للمسلمين لأن فرنسا هي التي تحارب تركيا وتحارب عودة المسلمين للتاريخ يعني تواصل نفس الموقف الصليبي ولكن فيها شر كبير لأن أوروبا صارت في وضعية الجامعة العربية يعني الوحدة الأوروبية اليوم في وضعية الجامعة العربية يعني هذا توقعته منذ أن خرجت إنجلترا أذكر أني قلته في أحد المدخلات وهو أن خروج إنجلترا من أوروبا سيفكت أوروبا لتصبحت مثل الجامعة العربية أولا لأن خاضعة لنفس القاعدة لابد من الإجماع وعندما تكون مجموعة لا تستطيع أن تقرر إلا بالإجماع فهي لن تقرر شيء كل ما يغضب واحد يوقف العمل وهذا ما يحدث الآن في أوروبا وما يحدث في بلاد العربية كان الحل عندما كان هناك اتفاق بين ألمانيا وفرنسا لكن لم يعد هناك اتفاق بين ألمانيا وفرنسا لكن فرنسا تأثيرها كبير في تونس حتى ولو كان ضعفة على مستوى الخارجي تأثيرها في اليساريين وفي النقابيين ليس له التأثير آخر وهذا ما عندوش وزن شعبي بالنسبة لبنوبا في الانتخابات القادمة كان عنده وزن قبل الانقلاب كان هذا له وزن أي إن الاتحاد ضرب أرباب العمل يعني الباترون ضربوا اليسار والقوميين لم يعد لهم الوزن الأساسي إذن فرنسا لم تعد قادرة على فعل شيء إلا بالاستناد إلى إسرائيل وإيران الفاعلية الأساسية في تونس الآن هي إسرائيل وإيران والجزائر ومصر الجزائر ومصر عربية وإسرائيل وإيران عالمية إيران عندها مرشحة أو لماذا تتعامل على قيسة؟ لا مندريش عندها ولكن عندها تأثير كبير نعم المعارضة تقريبا التوجهة العامة على المعارضة خلينا نقوله تقريبا ماشي للمشاركة في هذه الانتخابات والضغط على سلطة قيسعيد من أجل توفير بعض المناخات الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا هذا أمل كاذب يعني إذا ترشح وبقي له السند الذي يطمعه في النجاح فسيعمل كل ما يستطيع لمنع الانتخابات النزيه لن تقع انتخابات نزيه ولكن ألا يخشى مقاطعة المعارضة للانتخابات وتحسينها قررت أن تشارك لا تقرر لكن توجهه العام بتاع المعارضة هو المشاركة ولكن بالضغط من أجل توفير هذه المناخات هذا شرط هم يعلمون أن هذا شرط مستحيل حتى في أمريكا حتى في أمريكا الانتخابات ليست نزيل الانتخابات فاسدة مرتين فاسدة بالمال الفاسد وفاسدة بالإعلام المغالط في العالم كل يعني في تصورك إذا مش نور خيار أمام المعارضة شوف أولا سعى الانتخابات هي رئاسية فقط نعم إذن وسيلة الضغط الأساسية هي الانتخابات البرلمانية هذه ما هيش موجودة حسن يعني فهم إمكانية أنهم لو يترشحوا البرلمان حتى بالشكل الذي وضعه في دستوره يكون لهم وزن في المعارضة ولكن بما أنه ما فهميش انتخابات برلمانية فسيكون عندها البرلمان منذ ثلاث سنين أخرين ثم يمكن أن ينجح في الانتخابات الرئاسية إذا هم فعلوا ما فعلوا في المرة الأولى فترشح عشرين مترشح إذا تعدد الترشح فلو حظوظ فيها ينجح يعني أنت ترى أنه ما يزمش فيما تعدد الترشحات يزم كما اقترحت في المرة في المرة أقصى تقدير زول شخصيات شخصيات دستورية ممكن في اللولة يعملوا ثلاثة لكن لابد أن يكونوا متفقين على ثنين يعملوا واحد خلوه حر لكن يتفقوا على ثنين أي واحد منهم يمر يأيدوه إذا كان أنت حسمت في أنه رئيس قيس سعيد لن يوفر المناخات الملائمة مستحيل فأنا تقريبا أجزم لك أن المعارضة لن تتفق على شخص لو على شخصين طبعا هما سيترشحوا عشرين وهو واضح الآن عندي على الأقل في ذهني ستة أو سبعة معروفين باش يترشح وكلهم اللي عندهم آمال في النجاح يلعبوا على ربح القاعدة النهضوية القاعدة الإسلامية بصورة عامة يعني الدين ينافسوه في الدين يعني هو يعتمد على الدين ينافسوه في الدين حتى لا يعخذ هذه الورقة ثم في نفس الوقت ينافسوه في الإصلاحات أنه إصلاحاته فاشلة ويقدمون البديل من هذه الإصلاحات يعني البرنامج أنتع أي مترشح واضحة من الآن كل المترشحين عندهم برنامج مضعف هو يلعب بالدين هما يلعبوا بالدين هو يلعب بالإصلاح هما يلعب بالإصلاح يعني وفقوه أنه العشرة السنين سوداء ووافقوه أنه التونس تسترجع الهوية كل ما فهم حتى واحد مستثنى إذن فين باش يعقل واحد أصحيح أنه تونس أن العشرية كانت فاسدة لكن أصلاحك أفسد كلهم باش يقولوا هكذا صحيح أنه الهوية متاع تونس مخلخلة لكن أنت زد خلخلتها نحن نحبه نعوده نصنحوها ونحبه نحن نصلح معناها إلى الآن باش يكون وعنده كان قصيتي ويكون واذق أنه القلتول كذا هو ليس يعقل يعني دكتور حسب كلامك أنت الصراع سيتمحور حول قاعدة النهضة وقاعدة الإسلام السياسي كل واحدة في تونس لا ليس فقط سيتمحور حول الصراع حول قاعدة النهضة الإسلاميين وحول بقايا الدستور وبقايا بن علي إذن هم سينتخبون من النهضة أن ننصلحوا قضية الهوية نحي الصراع من يسار ويمين من البرجيبية نصلحوا الدبلوماسية التونسية ونعملوا علاقات مع الناس الكل ومن ابن علي نعالجوا القضية الاقتصادية كما عالجه هو بالاتفاق مع البنك الدولي كل إذن الكل باش يأخذوا الشي اللي فشل فيه قيس سعيد الشي اللي فشل فيه قيس سعيد هو المحاور الثلاثة اللي اجمع الكل باش يختلفوا فيه كميا فيه قداش واش نعطيه للإسلاميين يعني اسمية الدور اللي باش نعطيوه هي إصلاح الهوية الصلح في الهوية مع الهوية الصلح مع الهوية حتى اليساريين بتأولوا السلاميين وتأولوا هبطوا معهم من ساوين مغطين نروس ثم إلى آخر ساكون واثق من هذا السلح مع النظامين السابقه الأنظمة الثلاثة السابقة من الثورة يحافظوا على الحقوق وحرية من بن علي يحافظوا على الاقتصاد الي يعملوا مع غيرهم ومن بورقيبة يحافظوا على الحداث هذا هو اللي باش يركزوا عليه الكل و باش يتنافسوا عليه اشكون منهم كريديبل يعني قابل للتصديق مجمعه هذم هذا هو الريال أنا في رأيي إذا كان فما ناس كريديبل يجبهم يعملوا كما تعمل إسرائيل فما مفاوضات كما تعمل ألمانيا ألمانيا وإسرائيل مفاوضات بين القوى السياسية للاتفاق على برمش الاتفاق على برمش يعني ناتنياو قد خمس شهر يتفاوض مع الأحزاب باش عمل حكومته تفقي أعملها قبل ما يعمل الحكوم هو ما دو يجبهم يعملوها قبل الترشح قبل الترشح يجب يتفاوضوا مع بقايا النهضة مع حزب العمل والإنجاز مع ما بقي من جماعة هزاكم السعيد ائتلاف الكرامة ومع الهداثيين اللي ما عندهم شي حرب على الهوة موك المطلوب من من حركة النهضة في اللحظة المرسلية شو تقترح على هذي كان جيت انتنياو هاني قد اقترحت عليها يعني هي ينزمها اولا ساعة هي الان حتى تروحها في المرش هي كاينها عرضة بضع علش قتلة انا وقتل الساسم هو الامين العام الحالي العجم الوريمي العجم الوريمي اللي هو تلميدي قرأ عندي وقل يريتو قال نحنا قررنا بشي شاك وهي انتخابات رئاسية ما عندهم شي مورشح رئاسي هوم ما عندهم شي مورشح رئاسي ارانا عارضين بضع عنا قاعدة عارضينها ساومون عليها انا هكا فبت وهذه فكرة ما تجيش العجم الوريمي وحده من راسه لابد انه تحدث مع شيخه او وصله كلام من شيخه على كل حال انا في رأيي انا في السياسة هذا امر مشروع مشروع انك انت حركة مضروبة لكن عندك قاعدة انت حركة ممنوعة نشاطها من نشاط لكن عندك قاعدة والقاعدة تنجي متوجهة بما ترى فيه مصلحة لاسترجاع دورك واسترجاع شرعية عملك العلني ثم مبادرات تقريبا سياسية كلها تصب تقريبا فيما تقول فيه انت منها مبادرة مهمة جدا تقريبا هي مبادرة العيش الهمامي ومبادرة حتى العميد عبد الرزاق الكلاني يعني ماذا تقديرك في هذه الموادات هذا من كل ما عندهمش وزن سياسي يلزم ناس عندهم وزن سياسي اما لانه له قاعدة اقتصادية او لانه قاعدة تجربة حزبية او لانه اشعاع عالمي اشعاع العالمي معنى حتى واحد اشعاع عنا اللي عندهم خبرة سياسية وعنه اللي عندهم وراهم اقتصاد فما نوع ثالث رابع مش ثالث اللي عنده وراه سند خارجي لكن اذا كان السند الخارجي متاعه معلن محروق محروق اذا معروف انه تابع ايران او تابع اسرائيل او تابع فرنس او تابع الامارات او تابع مصر صعب يسر باش يتعد ابقى اللي عنده خبرة سياسية ونظيف واللي عنده وراه وزن اقتصادي محل وطن تونسي منظيف هذا مزود هم اللي يزم يكونوا مترشحين ولو نعرفهم انا مكون مع واحد منهم اللي ينفضلوا على الاخر اه تم بعض الاسماء اليوم انطلعت تقريبا انا عندي قريت الشعري وقريت الزنايدي وقريت القديدي وقريت اكت ظابط متاع الامن هشام المد هشام المد بح حسب ريئان الزابط متاع الامن مش موقع مش موقع حتى الزملاء ميجوش معها بح ثم لقصور ذاتي وإلى لقصور الموضوع ذاتا مش قصور ذاتي لانه اولا عطاء خط وقر وقال انه بش يخدم عامريقا و بش يخدم عوروبا و بش يخدم عكذا و بش يخدم عكذا تونس ما هيش بالمنزلة جيو استراتيجية اللي هو ينسب هالها تونس يعني ما صيرة تحب ولا تكره كانت مخنوقة من القدافي و من الجزائر ومطوى مخنوقة مش من القدافي و الجزائر ولكن من من نابا القدافي اللي هو ساسمو هو اللي طوى وراها الامارات ساسمو خليفة حفض خليفة حفضر و الجزائر وما تنجمش تونس تدفرعس بين ليبيا والجزائر وبين مصر والجزائر وبين فرنسا واسرائيل وإيران هالخمسة هذي يحكموا الوضعية في تونس وأي إنسان عنده ذكاء سياسي يشبه البرجيبة يحاول يفتح الدبلوماسية التونسية بطريقة اللي هالناس هذا من كل من الجموس يسيطروا عليه يعني الجدافي سيطر تقريبا على الجنوب التونسي الكل سيطر على الجنوب التونسي الكل وصل أنه ولا هو يحبي عين رئيس الدولة وهو اللي يطيح النزاع دي وهو اللي يحارب برغيبة في آخر حياته وأيد النقاطه وأيد عشور ومعاه حتى وسيلة خدمة الخدمة ولذلك فتونس وضعيتها حارجة جدا ونظمها إنسان يفهم العلاقات العالمية وميحرف كيفاش ينزل تونس في وضعية اللي حتى إنسان منجم يسيطر على خياراتها الداخلية هذا بالنسبة للهشام المدن ما ينجمش هشام المدن بالنسبة لمنظر الزنايدي منظر الزنايدي ما نعرفوش أما حسب ما سمعت أنه يبدو أنه كان من الساتر نظر وخدمه مع بن علي لكن خدم أيضا بدون أن يتورط فيه كذا هذا دعاية أنا معديش معديش بيعلق ما نعرفوش إذا كان هذا صحيح فيقول له حفوظ كبيرة خاصة إذا وصل في إقناع القاعدة الشعبية بأنه ليس معادية للهوية هو يلعب تقريبا على القاعدة الدستورية لا القاعدة الدستورية مضمونة الإنسان عنده ماضي دستوري مضمون لأنه الآن القاعدة الدستورية ما عندهيش ممثل السيدة عابير موسي عابير موسي ما عندهيش علاقة ببورقيبة أبدا يعني 13 سنة بورقيبة في الحبس ما طلبش عليها حتى تطلب يعني يكفي باش أي إنسان باش يعارضها وقت الانتخابات ويذكر المعطيات هذي باش تتحرك فما حتى الدستوري ينسى إذا وقع في بورقيبة رأوا بورقيبة وقع فيه في عهد بن علي أكثر مما وقع فيه في عهد فرنسا باش ولا واحد منهم إلا محمد الصياح كان آمين في علاقته بورقيبة وحكيلي حكيلي قابلنا عدة مرات وحكيلي أنه هو الأمين وهو الوحيد الذي رفض الحلف مع بن علي والبقية هذا يزنيدي أنا ما ندريش هل تحالف مع بن علي في الانقلاب أم لا إذا تحالف مع بن علي في الانقلاب باش يخسر واحد منهم إما باش يخرج مع بن علي أو باش يخرج مع بورقيبة هو عاملة مع بن علي عاملة في عهد نعم عاملة شيثين أنا بيدي نسمى عملت مع بن علي بمن يقريت في الجامعة وبن علي ذعقوا في الجامعة وحاطت بانضية وحكموا فيها مش هذا هل كان معه حقا أم كان موظف في الدولة نعم أفضل واحد أفضل واحد اللي يخدمه مع بن علي هو رئيس الحكومة الغنوشي بذلك الذي هذا رجل نظيف رجل نظيف خدم فقط كتقن يعلم في هيديولوجي خدم كتقن انا منذكرة يسمع تنهار أعمال بخطبة إلى نظام سية انا بالاضطência الشخصية الثالثة انا ا habitت عليها هي سيدة أحمد القديدي سيدة 문제 انا في رأيي هنا اصعيب ياسر يحصل على غير بعض النهضويين النهضويين بعض النهضويين وبعض المزاليين لكن ما نصورش يتجاوز هذا إذن الوضعية حرجة جدا يعني ترشحات التي من هذا النوع لو كنت أنا رئيس الدولة لخليتهم يترشحوا ما نعوذهمش يخاوفونيش يخاوفونيش في تقديرك أنت شكول اللي نجم يكون مرشح حقيقي وجدي اللي يتفق عليه يعني نرجعوا الأول مرة تكلمت وكليترشحت أنه تونس لا ينجيها إلا الصلح بين إثعالبي وبورجيبي يعني إذا نلقى شخصية تمثل في نفس الوقت خيارات إثعالبي وخيارات بورجيبي وتصالح بيناتهم فتونس يمكن أن تنجي وشخصية هذه في تقديرك أنت موجودة أو لمش موجودة شوفوا هم يعرف يعني هالمترشين هذو ما هما يعرفوا شكون منهم ممكن ينجح ويتفقوا بيناتهم أنهم يتنازلوا لبعضهم يعني في عوض يترشحوا الخمسة هذو يتفقوا هالخمسة هذو أنهم أي واحد منهم يرى أنه لأخر أولى يتنزلوا لكن لأخر كي ينجح يتعامل معاه على أنه رجل دولة يوليوا كلهم رجال دولة تتبنى بهم الدولة بالتعاون على إصلاح الوضعية لأنه أنا أقول لك حاجة إذا نجح الرئيس الحالي تونس ستصبح أخيب من وضعية غزة الآن سيجور اشتعاب التونسي ومدامك حكيت على غزة دكتور هو أكيد أنه تونس مش في معزل على تغيرات المحلية والأقليمية والدولية لموجودة أكيد أنش يكون عندها تأثير وأكيد أنه حتى حرب غزة ونهاية حرب غزة كما أشرت في بداية سيكون عندها تأثير حتى على الانتخابات الرئاسية طبعا أولا المشكلة أنه ما سيؤثر في الانتخابات الرئاسية في تونس هو ما سيؤثر في الانتخابات الأمريكية بسبب الحربين في أوكرانيا وفي غزة ما يجري في أوكرانيا قد ينتهي قد ينتهي في الصيف في هذا الصيف قد ينتهي عندما يخسر بايدن نهائيا أي إمكانية للنجاح تبين في الأحصائي استطلعات إلى كده عندئذ يكون ترامب بدأ يفعل وعندما بدأ يفعل يعني الصلح بين روسيا والولايات المتحدة الصلح بين روسيا والولايات المتحدة نكبة على العرب وعلى الأوروبيين نكبة على العرب وعلى الأوروبيين يعني عودة ما يمكن أنه سميه وضعية حروب الاسترداد أي إن روسيا ستسترد سلطتها في أوروبا شرقية وستطمع في استرداد سيطرتها على القسم الأوروبي من إسطنبول إسطنبول وهذه من الشرطين الوحيدين اللي يحتاج لهم كتير لكي يصبح قيصر روسيا من جديد وهو وضع الحجر الأساس لقيصرية روسيا بأن جعل دين الدولة رسميا المنهج الذي تؤمن به روسيا ويؤمن به الكثير من دول أوروبا شرقية بما فيه بقراني أي إنه سيستمد شرعيته من الأورتودوكسية شرعية دينية من الأورتودوكسية وشرعية سياسية من نجاحه في استرداد إمبراطورية سوفيت مش روسيا فقط إمبراطورية سوفيت لكن معها استرجاع ما خسرته روسيا في تقسيم الخلاف العثمانية أي قسم الأوروبي من تركيا نعم هو استردى أكثر من ذلك لما احتل سوريا احتلال سوريا في الحقيقة هو محاصرة لتركيا وجود روسيا في سوريا ووجود إيران في سوريا هو محاصرة لتركيا العرب ما يفهمونش هما في بالهم أنه رتحهم من تركيا هو ما رتحهمش من تركيا لأن تركيا ما تضرهمش في تركيا هي اللي حافظة تعليم الصفوية والبرتغال احتلوا الخليج ضد تركيا الخلافة العثمانية في القرن السادس عشر والسابع عشر احتلوا ولولا تركيا لكانت أوروبا قد استردد كل جنوب الأبيض المتوسط يعني الجزائر وتولوس وليبيا بداية من الثلث الأول من القرن السادس عشر بقيادة شارل الخامس اللي عمل أوروبا الجديدة والذي قلد النظام التركي في تنظيم القانوني لكل بلاد أمريكي أوروبا في ذلك الوقت وهي القيصرية المسيحية التي أسسها شارل الخامس ما يريد الآن بوتين عمله هو نفس الشهن ما دم نحن في الشأن الدولي دعونا الموضوع غزة لأنه تقريبا الوقت يزر فينا إذن تم تعثر في الهدن التي كانت مفروضة لكي تكون مع انطلاق شهر رمضان المعدم أظهرت من جانب ربما ضعف الجانب الأمريكي أمام سطوة ناتنياهو لأنه كان بيدن أقر أنه يوم الاثنين قبل رمضان لكي يكون هدن لكن ما سارتش وثم نوع من الابتزاز الإسرائيلي ثم أيضا قدرة المفاوض الحمساوي على إدارة المفاوضات وعدم الاستجابة للشروط الإسرائيلية يعني كيف تقر هذا الوضع تقريبا في عمومه دكتور تذكر أن قتلك ينبغي أن لا تقبل حماس وقف القتال أن لا تقبل وقف القتال طبعا بشرط أن يكون لها القدرة على السمون نعم يعني عدم قبول وقف القتال دون القدرة على السمون انتحار لا بد لها أن يكون لها القدرة على السمون مشكلة حماس الآن مضافة عندها مشكلة الابتزاز بتجويع قاعدتها وتجويع القاعدة لا يخلو أيضا من تجويع المقاومين نعم لأن المقاومين إذا كان لهم زاد فلا يمكن أن يكون قد توقعوا زاد لأكثر من المدة التي مرت نعم فيصبحهم أيضا جوعة إذن رفضهم لشروط ناتنياهو دليل على أنهم لهم القدرة على الصبر ولهم القدرة على الصبر يعني أنهم ليسوا جوعة وأنهم الآن متأكدين أن العالم لا يستطيع الإبقاء على تجويع القاعدة فهم إذن في وضعية مريحة بالقياس إلى ناتنياهو ناتنياهو الآن مزلوق أكثر منهم هما هما الآن لهم إمكانية السموم أكثر منهم هناك ولذلك فكرت أمريكا في حيلة أن تنقذ ناتنياهو ناتنياهو وتنقذ إيران إسرائيل بهذه القاعدة البحرية أشتركوا أكثر على القاعدة البحرية لأنه فيها برشاك لهم القاعدة البحرية أنا أتذكر أنه في الحلقة الأولى لا لحظة لأن القاعدة البحرية عندها هدفي الهدف الأول منع الوصول إلى اتهام إسرائيل بالتصفى العرقي وحماية الأنظمة من ثورة الشعوب إذا وصل الموت إلى الآلاف كما سيحصل فيما بين مصر وجنوب غز لأنه إذا وقعت الحرب على الحدود المصرية فالموت سيكون بالآلاف في اليوم يعني سؤالي اللي تسأل علش تما قاعدة البحرية علش أمريكا ما تجمشد يعني الدخل للمساعدات عن طريق المعابر الحدودية عن طريق معبر رفح ميثال ولا غيرها من المعابر إذا كان دخلت على طريق الطريق البر شو معناه هل تستطيع أن تمنع القاعدة الشعبية الإسرائيلية من منع دخول المساعدات يعني هل ستبعد جيش لمنع المنع لا يبقى يعني أمريكا ضعيفة إلى هذه الدرجة مش الضعف هذا يتطلب أن تبعث الجيش أو يتطلب قرار سياسي جري من طرف لا 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 ما نطلبه من أمريكا أن هي تهزم إسرائيل بدلا من العرب يعني لازم أن نطلب شي معقول يعني أنا داخل الانتخابات ونجاحي في الانتخابات رهن نجي نقضي على نفسي من أجل إنقاذ العرب اللي هومة يعني مش العرب فقط حتى الفلسطينيين يعني شنو يمنع الفلسطينيين في الظفة وفي وراء الخط الأخمر أمريكا أن يغذوا غذة شنو يمنعهم شنو يمنعهم هومة باش يهجموا وهزوا الغذاء شنو يمنعهم خلي إسرائيل خلي إسرائيل تضربهم هي تضرب فيهم يعني على الأقل خلي إسرائيل تضربهم على حاجة شنو يمنع المصريين والأردنيين بأن يوصلوا الماثلة ما يهزوا السلاح خليه هو يضربهم يعني نحن نطلبه من الأمريكان ومن الأوروبيين أن يقوموا بما علينا نحن أن نقوم به نحن لا نقوم بذلك شنو يمنع بل شنو يمنع أن العرب الإبعاد على إسرائيل يفرضوا الدخول للبلدان اللي على حدود إسرائيل خلي المصريين يمنعوا الليبيين خلي الأردنيين يمنعوا العراقيين يعني يذم الشعوب تعترف أنها هي التي تركت ما يحدث يحدث بما فيهم الشعب الفلسطين في الظفة وفيه 48 في الظفة وفيه 48 نعم أمريكا تريد حاجتين تضرب عصف وريد بحاجة واحد منع إسرائيل من أن تتهم بأنها جوعت هاي سبعت بالدخول لكن بمراقبتها عن طريق القهر ومنع وصول الغضب عند الشعوب العربية إلى الشيء الذي قلت عليك ما يقاش أمريكا أمريكا على خاطر النهارة اللي هو بش يضرب فيه اساس ما هي الجزء الأخير في غز غلف غز غلف غز لا مش غلف غز اللي بين مصر وغز رفح في رفع النهارة الانتنياهو بش يدخل في رفع الموتة بش يكون على الاقل بثلاثة اربعمية في النهار على الاقل على الاقل اذا كان مش الاف في النهار العالم ماهوش بش يثقت طبعا ولذلك امريكا تريد ان تنجي اسرائيل من هذه الورطة كيف اذا هي حلت الباب هدايا اشي بش يولي بش يولي الجماعة اللي في رفع بش يرجعو في مفمه التغنية اللي بش تاقع على البحر هكا او لا بش يقل عدد العباد في رفع وقلي بش يقل عدد العباد في رفع بش يولي المعركة كما كانت في البقائع الاخرى بش يموتوا لكن بش يموتوا اقل اقل الكثافة السكانية هذا بش ينجي اسرائيل وبش ينجي الانظمة العربية قلت لك انا وقلي جابوا الارسنال امتحر انه موش لي حماية اسرائيل وانما لي حماية انظمة العرب خلنا نرجع ازادة لما قلت في الحلقة الاولى دقريبا حول غزان بكر قلت انه المطاولة ليس في صالح الكيان الصهيوني بل في صالح الترف الاضعف على الاقل في القوة المادية لكن اليوم الحرب استمرت حوالي ستة شهور يعني حوالي توا مية وستين يوم او مية وخمس وستين يوم وهنا وصلنا لحرب المطاولة كيف اليوم حرب المطاولة تقول انه ممكن تخدم حماس وانه حماس يزيمها ترفض بعض الهدن اذا كانت متكونش في صالح المقاومة سهل جدا سهل جدا يعني ينبغي ان نعلم انه المعركة الحالية بالنسبة الاسرائيل هي المعركة المصيرية اذا ما تربحاش انتهت اسرائيل يعني اذا انا مش نحلل يزيمني نحط روحي في بوقات الاسرائيل اذا فشلت اسرائيل في هزيمة حماس فمعنى ذلك ان اسرائيل انتهت حسن لكن ليس اسرائيل فقط انتهت الانظمة العربية انتهت وايران انتهت عليه ايران تستمد شرعية ربح قلوب الشعوب العربية من وجود اسرائيل ومن وجود المقاومة من دعوة انها تحمي حماس وفلسطين من اسرائيل واسرائيل والانظمة العربية انقسمت الى جماعة تحتمي بايران وروسيا وجماعة تحتمي باسرائيل ومريد اذا سقطت اسرائيل ايران لم يعد لها مبرر واذا سقط ايران واسرائيل جماعة ايران يسقطوا وجماعة اسرائيل يروس هم نصل عرب الخارجيين ونصل عرب الباذر يعني يصبح في كل بلد عربي مقاومة من جنس حماس اذا لم تصلح الانظمة نفسها والانظمة ستصلح نفسها اذا كان فيها رجال دولة يفهموا ان الاعتماد على اسرائيل وعلى ايراق وعلى روسيا وعلى امريكا لن ينجيهم وهذا سعيب ياسر التوقع لان الناس اللي يسمعوني انا نتكلمها كي يقولوا الرجل هذا يحلم الرجل هذا يحلم لكن ينسوا حاجتين الحاجة الاولى ان امريكا مزنوقة اكثر من اسرائيل مزنوقة اسرائيل وروسيا والصين يستفيدوا من المطاولة الفلسطينية ومن عدم المطاولة الاوروبية الاوروبيين فدوا والفلسطينيين يأسين من غيرهم ومعتمدين كان على الله وعلى انفسهم اذا مطاولتهم ما هيش مربوطة بالعرب في حين انه مطاولت اوكرانيا مربوطة بالاوروبيين نعم اذا اوكرانيا ستسقط منها للصيف ستسقط اذا سقطت اوكرانيا اذا اطلع ترومب سقطت اوكرانيا انتهت اوكرانيا ومحتمل جدا ان ترومب سيطلع وان بايدن ربما اما يموت او يحكم عليه بالعجز لانهم مخوهبين شينتج عليه انه سيقع حلق بين روسيا والولادة المتحدة وتصبح اما اوروبا في وضعية العرب في وضعية العرب هل العرب والاوروبيين قادرين على التحالف يعني المانيا في الحرب العالمية الاولى تحالفت مع الخلاف العثماني يعني تلتقي مصالح العرب والاوروبيين اللي هم مستهاتين من الولايات المتحدة الامريكية ومن الروسيا لا لكن اللي هم ربما الطريقة الوحيدة باش يعاوضوا تخسروه من روسيا من البلاد العربي الطاقة الطاقة والممرة وربما يتخلىوا على فكرة انه الاسلام خطر عليهم لانه لانظمة العربية ماشي اسلامية الشيء اللي الناس غالطين انه في بالهم كل العرب مسلمين مش صحيح كل النخبة التي بيدها السلطة في البلاد العربية ملحدة ملحدة حتى ولو يصليه ربما يصليه هداكا لعمة سياسية لكن ما فم حتى نظام عربي يحكم فيه العسكر واسلامي مش معقول لا يمكن ان يكون العسكر المصري اسلامي ويتفرج في الشيء اللي قعد يقع ومعنى شيء وذي خليني نسأل اليوم الدول العربية والانظمة العربية خليني نقول في موقف صعب اليوم امام شعوبها قدام حرب الابادة يتعرضينها الشعب الفلسطيني هل قادر اليوم الانظمة العربية او خلق قولوا هل قادر الولايات المتحدة الامريكية امامها هل ازمتها اللي كنت تحكي فيها لتعيشها مسوان كان في اوكرانيا ولا في الشرق الاوسط قادر على حماية الانظمة العربية العميلة لها لا هي تحاول الان حماية الانظمة العربية اكثر من حماية اسرائيل عليك لان اسرائيل اسرائيل دائما وابدا كانت تتمنى لو ان العرب دخلوا الحرب لان كانت تقضي عليهم في شمعاتين لان تولي حرب كلاسيكية حرب جيوش كيمة حرب 48 و 67 كيمة حرب 48 و 67 تقضي عليهم وولي نكبة اكثر من 48 تتذكر اني من الانظمة لقول خذلك الحمد لله انو العرب ما تدخلوش وهما ما مش يدخلوش اكثر من الاول دعني انت وقلي انت عندك حكام يتحالف مع الهنود ضد الساسما هما المسلمين الاخرين اللي في الهند باكستان ويتحالف مع الهند ضد باكستان وتتحالف مع الهند وفرنسا ضد تركيا ومع اسرائيل ايش معناه ايش معناه معناه هذو الناس تواوا صفحة الحضارة العربية اسلامية ولا ويعيشوا على الحضارة ما قبل العربية والاسلامية يعني القبائل العربية اللي كانت بالقاتل على السباق بيردسور هو على ذكر تركيا دكتور اخي تركيا وين في هذه الحرب اليوم لا تركيا مش ممكن تغامر شوف تركيا ينتظروا فيها في الدور قاسة من بالله لو تركيا تدخل في اسرائيل الآن الآن يشتر بلادها إلا ما تفقها إيران والهنامي بمعونة روسيا لكن تركيا اليوم قاعدة تمول في اسرائيل تمول في اسرائيل وتبعث في ايش معناه تبعث في أنه فم اتفاقيات سابقة تحبوها هي تقطع الاتفاقيات سابقة والعرب قاعدين يعملوا في اتفاقيات جديدة كيف تطلب من التركي أنه يضحي بمستقبله وببلاده وهو على أبواب الوصول إلى الردع تركيا الآن تقريبا في وضعية إيران على أبواب الوصول إلى الردع إلى أنه معاشة خاص من حد حد لأنها تنجم ترد على أي هجوم نووي شوف ما توصل للردع إلا إذا وصلت للقدرة على الرد الردعي يعني الضربة ثانية تيضربوك الضربة لولا أنت قادر على الضربة ثانية أنت ما تبدأش بالضربة لولا لأنك تعرف روحك ضعيف لكن تعرف أنه اللي باش يضربك الضربة لولا نجم تردعليه بطريقة اللي هو يولي خمم ما يضربكش هذا وضعية إيران ووضعية تركيا ووضعية باكستان باكستان سابقتهم الكل اللي عندها القدرة على الضربة ثانية عندها القدرة على الضربة ثانية واناكد لك انه اليابان وكوريا الجنوبية سيطالبوا بهذا انه يا امريكا صحيح عندك مظلة باش تحمينا لكن انهارة اللي باش تخيري بين حماية امريكا وحمايتنا احنا في حالة انه الصين تحب تضربنا ما كيش باش تضرب مكش باش تحمينا وبالتالي ستطالبوا بحق السلاح النوم المشكلة انه المانيا ما تنجمش المانيا ما تنجمش عليه الاتفاقيات سابقة في الحرب العالمية بعد الحرب العالمية لانها عندها عقدة نعتبر اكبر انتصار حققته حماس نحاة العقدة هيني في العالم الغربي العقدة الهولوكوست الهولوكوست الان الشباب الغربي والمفكرين الغربيين الكبار الفضلاء منهم عاد والي يقولوا الهولوكوست اللي عمله هتلر اسرائيل قادة تعمل اكثر منه نعم هذا اكبر انتصار عملته حماس اكبر انتصار عملته حماس ان يقضر على كل سرديات اسرائيل اولا لانه العرب ما تدخلوش معاش نجم تقول انا ما يجمين علي عرب 100 مليون وثانيا لانها واحدة نجمة تعاجز الجيس الاسرائيلي والجيس والسند الامريكي والسند الاوروبي السؤال اللي يترح اليوم بين الشعوب العربية متى تنتهي هذه الحرب وكيف ستنتهي هذه الحرب في دقيقة؟ الحرب هذه ستنتهي بقدرة الله اذا كان وصلت الحماس سندق كما سندق الى حد الان يعني لن تستطيع اسرائيل الخروج من هذا المعزق الا باحد حلاله اما تعميم الحرب تعميم الحرب يعني تولي حرب اقليمية حرب اقليمية وربما عالمية او القبول بما يسمى ما وصفته بالمحميل 13 23 يعني دولة دولة فلسطينية من زورة استلاح فيما بقي من نتيجة الحرب الاخيرة سبع وستنة نتيجة حرب سبع وستنة حل الدولتين حل الدولتين على اساس سبع وستنة حل الدولتين ولكن كلمة الدولتين مش صريحة دولة اسرائيلية مغايمة على الاقليم مثل ايران ودويلة مثل الدويلات العربية محمية جديدة اكيدا هذا فم امكانية انه ربما يوقف الحرب اللي امريكا تحب توقفها يعني امريكا ما مسعي من هالله القطلق امريكا ما جايش للابيض المتوسط لحماية اسرائيل لمنع الوصول الى حرب اقليمية وستصبح عالمية لكن انا متأكد من شيء انها لن تصبح عالمية لان الصينيين لن يدخلوا الحرب الا بعد ان يكونوا قد تأكدوا من ان ربحها لا يحتاجوا الى دم اي ان الصين ستأخذ طيوان من غير قتال من غير قتال اذا تصالح بوتين مع الولايات المتحدة الامريكية فان الصين لن تنتظر ستأخذ اذا تتوقع نهاية قريبة للحرب لكن بترتيبات جديدة اليوم يحكيوا على اليوم التالي للحرب نعم اليوم يحكيوا على انه تم ترتيبات جديدة ترتيبات جديدة بدأت ربما باستقالة الحكومة الفلسطينية وبترتيب انه ربما تقع هذه اللي 23 هذه المحمية الدد 23 يعني الطريقة الوحيدة اللي يلقاوها العرب يلقاوها العرب هم العرب اللي قاعدين يخترقوا فيها انهم هم يولوا يحكموا في غزة وخرجوا جماعة حماس وهم يولوا يحكموا في غزة مع اسرائيل وامريكا مع اسك لا مع اسرائيل وامريكا وهذا طبعا ما تقبلش به المقاومة ما تنجمش اذا كان هي شوف الحصار هي وظيفته شنين هي أنه الرد على المطاولة بالمطاولة الرد على المطاولة بالمطاولة تنجد المقاومة الفلسطينية قاعدة تكلم عليك قاعدة تكلم توجد عليك أنه لو كان إسرائيل وأمريكا كانوا متأكدين أنه حزب الله وإيران مستعدين لخوض المعركة كانوا يعملوا الشيء يعملوا فيه مستعد لأنهم هما ما يساعدهمش طاقة حرب تنهي ما لأجله وقعت الحرب الحرب هي وقعت عليك هي على الطاقة العربية وعلى الممرات العربية أساسا أساسا هما ضربوا غزة غزة ضربوها لأن الغزويين فاقوا أنهم يكونوا ضحية الممر اللي يأتي بالهند للإمارات للسعودية لغزة ممر بديل من الممر الصيني وهذا يقتضي القضاء على غزة بصرف النظر على سبعة أكتور بصرف النظر يعني ضربة إسرائيل لغزة آتيه لها ريبة فيها وآتيه لريبة فيها بالتفاق بين أمريكا والهند والعرب وإسرائيل حتى يمر الأنبوب الطريق البديل من طريق الصيني نعم من طريق الصيني حسن قوة الغزويين قوة حماس أنها استبقت الحماس لكن حماس ما عملتش وحدها وقت هي حلت الباب هبتوا جمريش فازدولها اللعبة لأنه لو كان حماس وحدها ما كانتش تهز المدنيين ما كانتش تهز كان العسكريين المدنيين ما هزتهم ش حماس شكون هزهم هزوهم الحركات الخريفة وهزهم الشعب اللي اقتوى القحة ديبير فيها منهم ما كان لثنين والثلاثة لكن لما تورطت حماس أول شي قالت أنا مستعدة رجعلكم للمدنيين وكيف تذكر قلتلك هذا أهم شي عملتك أهم شي عملتك عليك لأنه هذا عبق عليها هي انت وقلي تشد 200 عسكري خير من 1000 مدني المدني يحسب عليك يتحسب عليك والعسكري يتحسب عليهم لأنك انت شديت عدو ما شديتش مواطن انت وقلي شديت مواطن وانت ماكش ناوي تشده وما تشد كي انك بررت ضربه هو لمواطنيك وهذا هي السردية الإسرائيلية على الشترق هذا هي السردية الإسرائيلية وانا من نهر له القتل نعم قتلك يلزم يربحوا الوقت في هدن يسيبوا فيهم المدنيين ويحافظوا فقط على العسكريين ويقعد بيعوا الشراء على العسكريين نعم هذا القع شوية وقت يوقف تعرفش وقفتوا الحركات الأخرى وقت الحماس بدأت تجمع في الناس لتمديد الهدنة ما نجمتش علىها ما نجمتش خطت حركات الأخرى نحبوش عطيهم للأسل للمكان للتسليم هزت يدها نعم إذن اللي فسد كل شيء هو التدخل للإيران لأنه اللي منعوا التبادل مواصلة الهدنة هم اللي قالوا لا الحماس نحبوش يعطيوها الأسماء والبقية متاع المدنيين إسرائيل اللي كان تتفاوض عليهم لتطويل المدنة لتطويل الهدنة 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 إكسا عباشا نقوله لك لأنه إذا كان قلته لك ما يصدقني حد لكن توا يصدقوني الناس لأنه الآن ولاوا مستعدين لأخرين خطرهما أيضا الزن الزروا ولاوا مستعدين باش يسلموا الحماس باش حماس تدفعوه إسرائيل قالت لا قالت قل ولا لا قالت قل ولا لا وعلى ذلك أنا قلت لك من مصلحة الحركة أنها تقبل الهدن تقبل الهدن لكن ما تقبلش وقف القتال فما فرق فما فرق بين الهدن ديما يقعد الباب محلول للاتفاق النهائي لكن وقف القتال يعني ستبقى الوضعية في اللحظة التي وقف فيها القتال يعني إسرائيل ما تخرج والناس ما يرشعوش أو ما معناه وقف القتال الناس في بالهم وقف القتال باش يقع بشروط حماس ليه باش يقع بشروط إسرائيل يقع في القتال في الوضعية اللي وصلت لها لكن المطالب حماس هو خروج الهدن ما كل ما يشتهي المرء ويدركه تجد رياحه بما لا تشتهي السفن يعني أنت تستطيع أن تفرض شروط إذا كان أنت عندك القدرة على المطاولة أكثر من خصمك نعم خصمك يستطيع أن يطاول سنوات سنوات لأن أمريكا ما تنجمش ما تعاونش إسرائيل ما تنجمش إذا ما يعاونش إسرائيل يخسر الانتخابات يخسر الانتخابات نعم وإذا يخسر الانتخابات باش يولي عرب يكسر من العرب مولا شنوه باش يولي مسلم أكثر من المسلمين يلزم الإنسان يفكر نعم واضح الفكرة الدكتورة لك ثم مسألة أخرى نحب نرجع بها لأصل فتسافتك أنت تقول أن الغرب هذا معادي للإسلام لا ليس معادي للإسلام الحكام معادي للإسلام موش الغرب وما ترهنش إنتي ما ترهنش يعني ترهن على الغرب ربما للتحالف مع الدول العربية والإسلامية من أجل استعرف الإسلام لا ليس مع الدول ليس مع الدول مع الشعوب مع الشعوب شوف أمريكا خسرت عشرين سنة في الحرب على العراق وفغانستان ماذا اكتشفت؟ اكتشفت اللي في العشرين سنة هذم روسيا ولات قوة والصين ولات ند روسيا ولات قوة استرجعت قوتها والصين صارت ند لأمريكا تفقية؟ ماذا تكون خسرة؟ ماذا تكون خسرة؟ أمريكا أمريكا خسرة بحث أنا قتلك اللي يخايف منه هو أن أمريكا تفهم أنها خسرت وتتصالح مع روسيا وإلا مستحيل تستطيع تازم الصين إذا اتفقت الصين وروسيا انتهت أمريكا لا تستطيع يعني ستخرج من أفريقيا وستخرج من آسيا وستخرج من أوروط أمريكا من غير الاتفاق مع روسيا ستخرج من أفريقيا ستخرج من الوطن العربي وستخرج من آسيا الصين هل هي قادرة على المحافظة على روسيا معها؟ هل هي قادرة؟ أنا نشك عليها نشك أفرض أني أنا كنت إمبراطور وإنت بحذية كنت بعد لمن غد وتتعكس الأمور ولأنا تابعة كنت إمبراطور تقبلها؟ لا هذا وضعية روسيا هذا وضعية روسيا نعم الشعب الروسي أولا يميل أنه يكون أوروبا وثانيا أنا كنت سيدك ترسبح أنت سيدي لكن إذ طردني أنت أمريكا أنا حبيت تفرق عني حبيت تفرق عني أمريكا حبيت تفرق عني أمريكا حبيت تفرق عن روسيا قبل ما تتلهاب بصي وغلطة غلطة العمر غلطة العمر أنه أمريكا حبيت تتفرق عن روسيا قبل السين في حين أنها كان بوسحة تربح روسيا فلا تخاف السين كي خسرت روسيا ولا تتخاف السين إذا روسيا رجعتها الصين تتخاف علي خطر أولا من حيث التسلح اللي قريب من أمريكا هي روسيا مش فيها ثانيا من حيث الديمغرافيا أمريكا الصين هي القريبة من أمريكا لكن وقت تجتمع روسيا والصين ويزيد الهند يقول له ديمغرافيا أكثر من الصين طبعا واذا وقع هذا أنا كياباني ما عاش نطمئن لأمريكا واللي خايف على روحي لأن الصين ليش مستعدة باش تنتظر حتى يقضيوا عليها إذا يجب أن نحظر روحي فينتج عليه أنه قوة موقعه في فلسطين هو أنه يغير خارجة العالم أعلى يضافي لذلك أن أمريكا اللاتينية وأحلى هي قريبة من أمريكا قريبة من أمريكا لكن مصالحها ما هيش مع أمريكا أيضا غلطة أمريكية أخرى الغلطة الأولى مع الصين مع روسيا والغلطة الثانية مع أمريكا الجنوبية أمريكا ما تنجم تبقى قوة أولى إلا إذا تصالحت مع روسيا ومع أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية ميلتها الصين وأفريقيا ميلتها الصين وآسيا ميلتها الصين بسبب العشرين سنين اللي ضيعتهم أمريكا في حرفة على الإسلام شو حلها أمريكا مستقرة باش تهادن الإسلام أنا إسلام طب أنا إسلام هل هو إسلام الأنظمة أم إسلام الشعوب إسلام الشعوب مش ممكن إذا كان ما الشعوب مطلعتش زعماء قادرين على فهم هذه الوضعية والتعامل معها وزعماء اللي قادرين على فهم هذه الوضعية والتعامل معها هم اللي حاربوا فيهم الأنظمة الحالية العربية هم يعني هم يعني الجزائر كانت تنجم تكون قوة ديمقراطية منذ العشر سنين الأخيرين في العام القرن اللي فات الانتخابات تسعين الانتخابات تسعين ورئيس الدولة ساعتها كان موافق شادي بن جديد شادي بن جديد ورأي الجزائر الآن هي القطب الحقيقي لتوحيد العرب لو نجح عليها الخطر ديمقراطيا كل بلد عربي لو انتقع فيه انتخابات حرة ونزيعة سيصل الأغلبية من الإسلاميين من الإسلاميين ومع ديك مثال بسيط أشخلى أمريكا تتحالف مع اليساريين في السوداء عليها يشعود الإسلاميين ندفة الحكم ليمنع الإسلاميين من البقاء في الحكم والنجاح أشخلى أمريكا تتحالف مع اليسار في مصر مع اليسار في تونس مع اليسار في الجزائر مع اليسار في المغرب عليه لأنهم هم فاهمين أكثر مننا نحن أنه المستقبل للعالم الإسلامي يحبوا ليكروا تطوال الحكاية ومبما عشرين سنة أخرين لونكا دكتور أنت ما زلت ترهن على فلسفة الاستئناف الإسلامي لتعديل موازين القوى خلي نقوله لإعادة دور الحضارة الإسلامية من جديد في العالم؟ شوف أنا لا أقدي رأيي بدون العودة إلى الأساس في الجيوبوليتيك الجيوبوليتيك تحكم الجغرافة ويحكم التاريخ والتاريخ والجغرافة يؤدي الثروة ويؤدي للتراث فيصبح ما هو الموحد هذه العناصر في بلاد المسلمين يعني جغرافية العالم الإسلامي هي قلب العالم نعم متفقية واضح تاريخ العالم الإسلامي هو قلب التاريخ الإنسان قبل قبل التاريخ القديم وبعده التاريخ الحديث ثروة العالم اللي هي الطاقة والممرات في العالم الإسلامي كل في العالم الإسلامي كل حتى روسيا حتى روسيا خمس سكانها مسلمين وحلفاها كل المسلمين من حولها بعد إذن الصر والطراث والجغرافة والتاريخ كلهم لصالح العالم الإسلامي كل الذين من حول العالم الإسلامي مخيرين بين إما احتلالها بالقوة أو التصالح معنا احتلالها بالقوة تبينة مستحيل طوال عندنا تقريبا ثلاثة قرون وإحنا نطاوموا وفي الأخير خرجناهم صحيح خرجناهم كاستعمار مباشر لكن ولونا استعمار غير مباشر بينه خب منا أنه خب لي منا فشلوا ايش بقال الغرب التصالح معنا التصالح معنا مش التحالف لا التصالح معنا احنا حاشتنا بالتصالح يعني خليونا نخدموا خليونا نخدموا بعد عشرة سنين نصفة قوة عظم بعد عشرة سنين يكفي الجزائر والمغرب يتصالحوا أفريقيا تصبح مسلمة يكفي لو يتصالح المغرب والجزائر أفريقيا الكل تصبح مسلمة يعني كل الأفارق السود الذين سيطرت عليهم فرنسا وإنجليتير والبرتغال والإسبال سيرجعوا لأصولهم ونفس الشيء في آسل القضية الكل يعني لو يتنحى التنافس بين السعودية والإمارات الخليج يستطيع أن يكون لوبيات يصبح يسيطر على أمريكا أكثر من إسرائيل أكثر من إسرائيل وأختم الآن وأختم الآن بالعودة إلى تونس لا يمكن أن تخرج تونس من أزمتها إذا لم يوجد رجال ونساء يفهموا أن منزلة تونس هي بالأساس دبلوماسية وليست حسكرية وليست اقتصادية والديبلوماسية تعني أنه ينبغي أن يكون لنا رجال من نوع السعالبي وبرجيبة يعني السعالبي يؤمن بالأصالة ولكن ليس معادي للحداثة وبرجيبة يؤمن بالحداثة ولم يصبح معادي للأصالة إلا لأن مصر دفعته لذلك أي أن أعداء برجيبة هم الذين جعلوه عدو للإسلام من هم أعداء برجيبة؟ اليسار والقوميين اليسار والقوميين هم كانوا أعداء برجيبة مكانوش الإسلاميين عداء برجيبة مكانوش الإسلاميين عداء برجيبة يعني برجيبة فر بالإسلام لأنه ملقاش يسند من الإسلاميين لتحقيق الصلح بينه وبين سعالبي أنا شخصيا نعتقد أنه لن ينجح فيه من انتخابات القادمة في تونس إلا إنسان يعلن يعلن أنه يريد أن يحقق الصلح بين برجيبة والسعادة بين الحداثة والأصالة بين هوية تونس وبين ضرورة تونس هوية تونس أنها عربية إسلامية برقفر أنت حر كفرد لكن هوية البلاد وضرورة تونس أنها تكون صديقة للجميع وليست خاضعة لأي أحد لا للجزائر ولا لليبيا ولا لمصر ولا للمغرب ولا لإسرائيل ولا لإيران لا للمغرب وهذا ممكن وعندنا رجال قادرين على ذلك بشرط أن يجتمعوا وأن يطفقوا فيما بينهم بدلا من يحبطوا يجروا كل حد طمعان يتطفقوا على ثنين ثنين يقبلوا هذين المبدأين يعني إذا كان حداثياً يؤمن بما يؤمن بسعاد يعني الأصال وإذا كان أصالياً يؤمن بما يؤمن ببورجيب يعني بورجيبا والسعاد إذا اتفقوا على زود من الناس سيسكر أنت معني بترشح دكتور؟ لا أبداً إذا كان عرضوا عليك باش تترشح؟ أبداً نجم تقولني تيش شخصية توفقية لا تجبع بالأصال والحداثة؟ أنا قادر لكن عمري لا يسمح لي أنا لا ألعب بمستقبل تونس أنا قرب 18 اثنين ولا أستطيع أن أعمل أكثر من 10 ساعات في النهار رئيس دولة يجب يعمل على الأقل 15 ساعة في النهار ولذلك لكي يخرج تونس أولاً من وضعية أخشى النجحة المنقلب أن تونس ستصبح أفسد مما عليه حال الغزاويين ستجوح وستصبح فضيحة في العالم تطلب في الخبز نحن الآن دي بعد نطلبه في الخبز ونطلبه في السكر ونطلبه في الزيت ونطلبه في كده باش يجي لحظة ونطلبه في الخبز يعني أكثر من الوضعي ليلقاها برقيبة في تونس برقيبك تلقاها في تونس وكانتش تجينا شكاير من أمريكا في هالسميد كانت ولله مش نرجعولها لو ينجح سنرجع لذلك شكرا ليك دكتور أبو يعرب المرزوق على كل ما أفتنا بيه شكرا ليكم على حسن المتابعة نتقابل إن شاء الله في حلقة زيدة من اللقاء خاص إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله إن شاء الله رمضانكم مبروك موسيقى 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 موسيقى